السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحضرات اللي خاطت احدنا السيكوانسيز واخدنا نوع منهم يلا هو الميوتور بول سيكوانسيز والميوتور بول سيكوانسيز واخدنا مما يعطيه الم quoted اميووتور بول سيكوانسيز وهنا العرضه انار هذا هو المثال تاني هو التوبيلز و التوبيلز يقولله اولى الناس بتسمعوه بتقولوا انه اعباره عن الميوتور بول لسته بس دا الشورت تن dooble بتاعه في المحاضرت دي لست علب تعلم حيقات كثيرة جدة جديدة عن الطوبلز. هنشحشها الطوبلز في نفسه بس هشح استخداماته ومعلومات جديدة عليك فيها. طب اول حاجة الطوبلز ممكن نقسمه الى اتنين كاتبيري. استخدام في الباسو. اول استخدام اللي هو ازا ريكورتس. داني استخدام ازا ميوتوبوليست. طب تعال نشوف ايه اصدا كيب اول استخدام له. الطوبل ازا ريكورتس. الطوبلز ازاي? انا انا عند الطوبلز احنا عارفين احنا بنقسمه بالايه? بالاندكس. فلما اقول لك واعباره عن ريكورتس يبقى كل الاندكس من دورة ليه معنى في المال. والفانيو بتاع انتم متوقعوا واعباره عن ايه? طب اصلك ايه? احنا ممكن مسلا يبقى عندنا بناخد اا بتاعة 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 الوزر. فمسلا الوزر لما احتاج في اعرف التاريخ. الوزر ده درجة الحرارة دي امتى? التاريخ. والمدينة اللي فيها درجة الحرارة دي. ودرجة الحرارة اصلا كاب. ودي تعتبر ايه بالنسبة لي? يعني مسلا لو درجة الحرارة 25 فهي دي عباره عن ايه? عباره عن صاني مش ركو. فانعايز اعرف اللاب عن معلومات دوري. طب لو عندي ده تهيلة اعميها ازاي? ممكن اعملها في list of tuples. طيب ازاي list of tuples اقول لك مثلا زي المسال قدام ده. دي وزر داتا. كل tuples فيهم هيبقى بادئ اول اندكس فيه في التاريخ. الديت اللي ده حصل فيه. تاني اندكس عباره عن المدينة. فين المدينة? اللي فيها للتاريخ ده? اهي. طيب درجة الحركة كام ساعتها في المدينة دي في الوقت ده? بيبقى ايه? الاندكس البعض. طيب رابع حاجة هو ايه? الحالة بتاعت الجو ده ايه? يعني 25 درجة ده بالنسبة لي ايه? صاني. تمام? فالترتيب مهم جدا. في حالة ايه? في حالة اللي بستخدم هذا record. لازم ابقى عارف لو انا كتبت زيرو فانا متحق علينا ايه? تاريخ. طب لو كتبت واحد ده اسم المدينة. طب لو بطوله هاتلي الاندكس رقم اتنين فده ايه? درجة الحرارة. طب لو بطوله هاتلي اخر الاندكس خالص ده يعبار عن ايه? بتاعتربة الحرارة دي. اوكي? فانا كده استخدام التوبينز ازا ريكورتس. وخاني بالك في مكتبات كتيرة جدا. لتستخدم التوبينز ازا ريكورتس. هناخدو بمسال على كده دلوقتي. طيب. لو جينا راحنا اشوفنا في العمثلة بيستخدموا التوبينز ازا ريكورتس ازا? لو جينا غصينا مثلا في المسال ده. مسلا زي وزار داتا ممكن اسطيعنا في التوبينز زي الاستوك داتا. الاستوك داتا قصدي بيها اللي هي الاسهم. انا ممكن اسجل الاسهم هزا توبينز كده. اول حاجة هو السيمبل. تاني حاجة هو اسم الستوك كده ايه? مسلا التشينج. اه اللي عديه في منه اه مشترأ او كده. ده كده ايه المسالين بس الروسات. طيب. مكتبات ايه مسلا بتستخدم التوبينز ازا ريكورت. مكتبات زي المايسكويل كل نكتر. زي الاسكويل لايت. كل المكتبات دي بتستخدم التوبينز ازا ريكورتس. طيب. مسال على كده انا مسلا هكون تاتا بيس بسيطة. هروح اكارت فيها تابل واعمل فيها انسيرت لشوية ايلمنتز. بعد كده ايه اسيليكت. لما يسيليكت الكلام ده هرجع لي ايه? هرجع لي الدي ازا لست اوف توبينز. اوكي? طيب لست اوف توبينز بمعنى ايه? يعني انا مسلا عندي هنا اسم الشخص بعد كده. هو شغال في ايه? بتاعه. بعد كده السلوري بتاعه. طبعا? طيب هو هرجع لي الديتا كده. بنفس الترتيب ده. انا هرجع لي الاندكس. ده النيم ده الديبارت الانده ايه? السلو. بس هيزود عليها حالة واحدة بس الاي دي لان احنا عارفين في في عندي الاي دي. والاي دي ده اللي بيوضع الواحدة. فهرجع لي الاي دي ده هيبقى الاندكس رقم زيود. طب الاندكس رقم واحد انين. طب الاندكس رقم اثنين. طب الاندكس رقم تلاتة السلو. تمام? وهرجع لي كله على بعض وما ما جاءوا له فوتش ويقول ايه? فعبارة عبارة عن لست جوها التوبلز دي. طب تعالا ورن الكلام لو تشوف. لو رنت حالا ايه فانا ارجع لي. اول اندكس هو عبارة عن ايه? الاي دي. تاني اه تاني اندكس هو عبارة عن النام. تالت اندكس هو عبارة عن اه رابع اندكس هو عبارة عن ايه? السلو. وهو ثابت في كل ده ميفاعش يسويتش. ما ينفاعش خلي مكان الاي دي اي اي انا مسلا النام. لا هو خلاص هو بيعمل التوبلز ازا ريكورد. فالاندكس هنا مهم جدا. محام? هو طبعا من ينفع يعكسه مصال دي عبا غلط. لما بطيت سنة من الاندكس التوبلز ازا ريكوردس انت لازم تحملي الاندكس على طول سابت الاندكس رقم سيهو بيعبر عن الاي دي. رقم واحد بيعبر عن النام. رقم النام بيعبر عن البرتمند. رقم اه اربع. اخر واحد بيعبر عن السلو. حيطل نفس الكلام في كله. ايا اللي كان عملت في اي وقت حرجعك بنفس الترتيب. اوكي? بدا كده بسأل على طبالز ازا ريكوردس. طيب. تاريس ادام طبالز. ازا ميوتوب الليست. طيب. اول دلك تستخدم طبالز ازا ميوتوب الليست. اول حاجة اول ما تسمع طبالز ازا ميوتوب الليست. اعرف انت كده عندك حاجة يلازم تركز عليه. اول حاجة اللي هو اللي انت عارف ان انت او التوبالز ده. اا להיות عملك ما فمستحيل اللي انت بتاعми جاير. انت لو عملت توبلز وف السرية لي ما انت هو يفضل طول عمره في سرية ليه. اقوم يفضل عليه. ما يفضل احب university. ما يفضل اية من احتاجت، ما يفضل اي حاجة واحدة. ما يفضل اي واجتب من فيه. فوق ميوتوب. يعني ميوتوبل ما يفضل ش انزودا عليه. ما يفضل stimul. هم يفضل اي حاجة اخرى اي حاجة عملته. هو ثابت في المومري. ينفع mattered من تليفين. طيب في خلي بالك ان بياخد مساحة اقل في الممري من اللي بنفس المساحة بنفس الحجم. يعني انت لو عندك لو حطيت نفس دولار في فكده هياخد مساحة اقل. عشان كده مستخدر اكتر بكتير من الحاجات. كم عام? هو بيقلاوا اللي هي تعمل شوية ايه? كده في المنتي. طيب احيان. خلي بالك. بس اللي فيه الريفرانس. واللي مش فيها ما انا بقول ايه يكون يتفاجع اول محاضرة اللي مش روحت الريفرانس والحاجات دي. فكده عندنا هو بيعمل لك على الريفرانس بتاعه. يعني انت منفعش اول انا بديه بعيد انتجر طول تغير وهو خلاص عمل الريفرانس كده انتجر. طب افلت بقى حضرتك حطيت جوة الام ده هو هيعمل لك على الريفرانس اللي هو بيشار عليه على اللست. مسلا. يعني في المسال ده. انا بادئ اعطيله انتجر واعطيله. آآ آآ وعطيله لست. طب انا كده عملت ايه? انا عندي لزاو. اول عنصر فيه انتجر. فالريفرانس بتاعه انتجر. فده مستحيلي داير. طيب تاني فبرده مش عدار. طب تاني مش عدار. طب تاني مش عدار عليه. مش عدار على لست. طب ايان لست ميوتوبل ولا اين ميوتوبل? يعني لو انا عندي اليمينتين بسك اللست. اللست دي بفتوحة. انا ممكن ازود على اللست دي دي ما انا عايز. لكن طب الزات نفسه ما ينفعش يزود فيه. يعني المسال اللي عندي ده عندي عشرة الفة واحدة من ما ينفعش غاير اي عنصر من دولار. من التلاتة دولار من فاش غاير عند اي عنصر. بس لو جبت اخر عنصر لو جبت اخر عنصر اللي هو السادب واحد ده على اخر عنصر. فالمفروض هو رجعني ايه? اللست دي. صح? لو عملت الليست دي عبند التسعة وتسين هيتزود فيها عادة التسعة وتسين. هيبه الشكل عامل كده. عشرة الفة وعندي لست فيها واحد واثنين و ايه? والتسعة وتسعة وتسين. ازا التوبل ميوتوبل. بس حضرتك لو حطيت فيه اليمينت ميوتوبل هينفع عادة اليمينت ده تأكسيزه وتزود فيه اليمينت ايه. ايه اليمينت سعادي. زي المسال اللي قدامنا ده. لكن التوبل ذات نفسه لا ينفع تغير فيه ولا ينفع تعمل له ايه? اد. اه ده زود عليه. تمام? طيب. خلي بالك ان اللي انت تفض في التوبل. آآ الميوتوبل زي الليست مسالا. ده بيعمل بجات كتير وهنتكلم عن الكلام ده قدام. تمام? خلي بالك ان التوبل لو انت عامل كل كل اللي اللي ملتقي فيه ميوتوبل ميوتوبل زي ايه? قلنا زي مسلا. هو كده لو انت مش حاط فيه حاجة زي الليست مسلا ميوتوبل انت كده ممكن. تعمل له هاش منك. ينفع تعمل له هاش هادي. طيب. يعني ايه تعمل له هاش? وهستفاد بالهاش. الهاش ده هيفتك جدا. هنشوف دلاتي امثالة زي دي. يعني ست. الحتة دي طبعا انا كنت بذكرها كده بس ما اعطوش علامة مثالة هندي عنها مثالة بالتفصيل لان الحتة دي مهمة مهمة جدا جدا. تمام? بس تعد نفع ما يعنيه يتعمل له هاش وما يعنيه ما تعملوش هاش. احنا عنديها الفانشان دي. نستخدم فالكشن اسمها فيكست. بتأخوه بألمنت وتشوق وتجيب له هاش. لو الاليمنت ده كله بيوتوبل ينفع تعمل له هاش هتعمل له هاش. طب لو لو مش هينفع هات ايه هترجع له فورس فلو هينفع هتعمل له هاش هترجع له لو ما ينفعش لو طلبت هترجع له فورس في اول اليمنت ده انا عندي عشرة وعندي الفة وعندي توبل تاني مع الجوة التوبل الاساسي. فكده كل العناصر اللي جواة توبل ايه فده هتعامل له هاش لو ريت عطيت التى الف ده اللي هو التوبل للفكست دي حيرجعege security. طيب لو انا اعطيته بقى التوبل اللي هو عشرة والفا. بس بدل الطوبل الاخير عطتو ايه? كده ايه اللي هيحصل. ده بالنسبة لي ايه? هو الطوبل اللي برا ايه بس في عنصر ايه? فكده ده ايه? مش هينفع عمل له هاشن. لان العنصر ده ينفع يتغير بعد كده. انا عرف عمل هاشن للعنص اللي مافعش تغير. لكن ده ينفع يتغير فما ينفعش عمل له هاشن. فلو جيت عملت له هاشن هيرجع لي فورس. طيب الكلام ده هيفدني في ايه? الكلام ده هيفدني فيه. تعال بانشوف المسال حلو اول. لو 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 طوبل كله من يوتيبل حيفيدك جدا. طب حيفيدك جدا في ايه? امثلة زي دي. هو قال لك ان الطوبل ينفع يبقى كي في دكشيناي. انت متخير اللي انت ممكن تخلي الطوبل كي في دكشيناي. طب ممكن نستخدم المسال ده في ايه? انا عندي سيرفرات كتير. بعمل لهم configuration. فمسلا قلت اول في عندي كزا نوع production ودفولومينت. فعندي اول سيرفر سيرفر وان في البروداكشن دي السيتنج التاعد. طبع ممكن نستخدم السيطان تاني وحاجات كتير بسالة دي مساعة عشان اوضح الفكرة. طيب السيرفر التاني. واسمه لوكان. ودي ايه? الconfiguration بتاعده. تمام? فلو انا عايز اعمل دكشيناي بمانزر ده اينفع. طب واكسيسه ازاي? اكسيكي ازاي. في الحالة ده ينفع. انا اقول له اديني البروتاكشن سيرفر رقم واحد. اديني ايه? اديني الconfiguration. طب ده انا فعل ايه? خلبي لان الكلام ده ينفع يتعمل له هاشن. الطوبل طب انا اقول له على بعض وينفع يتعمل له هاشن. طب لو او اصل دكشيناي ما يهموش وينفع ينفع يتعمل له هاش. لو اعطيتو string ينفع لو اعطيتو رقم ينفع. اي حاجة ينفع يتعمل له هاش ينفع. لكن لو قيت اعطيتو list. هيدرا في وشك طب. ان ان ال list ايه? فما ينفعش تعمل له هاش. لو قيت اقنيت الكلام ده فعلا ما اشتغل او اشتغل. انا ما اعطيتش print. فلو بيت اعملت print اذا كنا. البروتاكشن. سيرفر. هيعمل ايه? هيعمل print عادي جدا. وهرجع ليه? كمان? ده استخدام جامل جد. طب استخدام تاني مسلا. حضرتك عندك موديلز بتعمل ترانزليش. فانت عندك موديل بيعمل من انجليش لاسبانيش. وده ايه? وده الموديل. فانت ممكن برضو تعمل 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 بالمانزر ده. تديده الموديل ده من انجليش للسبانيش. وده ايه? الموديل بتاعي. فلما تقل عايز الموديل اللي هو اللي هو بيعمل انجليش والسبانيش بتعملو زي مع بعض طوله كده هاتلي اللي بيعمل انجليش والسبانيش فا ارجعوا له لطمانين بالday dictionary. يبقى ايضا انا هينفح استغنق Al Tory Tomミ هذا ايه? هذا كير لايه? لل AD او. رجع لي الانجليش اسبانيش موديل. عشان groundwater English Spanish modl. وكذلك لعملت سبانيش فرنش فى رجع لي انجليش فرنش ترانسليشن مودل. انجليش فرنش ترانسليشن مودل. كي? يبقى الكي لو لو توبل كله ميتوبول ينفع خليه كي في ايه? في الدرشاو دي. طيب معنومة كان يا جميلة جدا. اللي انا ممكن هحط التوبل جوه ست. كي? بس خلي بالك ان الست برضو اللي انت اللي يتحط فيها لازم يكون بيتعمل له هاش. فلازم التوبل يبقى كله ميتوبول. يعني ما يفعش بقى فيه اي عنصر ميتوبول. يعني لو توبل كله ميتوبول هتحط. طب لو حدى حضرتك في التوبل ده. لست مسلا. كده مش هنفع تحط. لان اللي ست ايه? ميتوبول. فمش هنفع حطها جوه ايه? الست. طب ده هيفيدني فيه? هيفيدني في السرعة. انا اللي بقى عندي ست اف توبلز اسرع بكتير جدا لما يبقى عندي لست اف توبلز. دمام? وممكن عشان برضو اليونيكس. انا لو عندي عشر تلاف ريكورد وعايز منهم اليونيكس بس وهم توبلز. لو هتضب في ست هجيب منهم ايه? اليونيكس. طبعا الست هنشرحها بالتفصيل لان الست دي من احب الآتا طيب بالقلبي يعني. وهي اكتر اكتر حاجة هتفيدك في الوقت. بس لما ينشرح. طيب في المسال ده انا هعمل ايه? انا عندي سيزي فايل في عشرة مليون ريكورد لكتر. طيب الريكورد عبارة عن ايه? عبارة عن اسم الكتاب. بعد كده الاثر اللي هو المؤلف. بعد كده التاريخ. تاريخ الكتاب ده ايه? تمام? التاريخ النشرية. طيب حلم? هنحارى الكلام ده. هنحارى الاول كلست اف توبلز. يعني لست اف توبلز. يعني عندي اول ريكورد عبارة عن ايه? توبل في اسم الكتاب في اسم المؤلف في السنة الاتناشرة فيها. تمام? اف توبل. وهكذا بقى. وبعد كده هحاول الليست دي لست. هحاول الكلام ده لست. فانا قلت لك عندي عشرة مليون ريكورد. بس هما دولة اليونيك اللي فيهم. فعشان احنا بنكرم بين السواعة فعايز ان يبقى عدد فهدع ايه? هخلي فيها عدد العناصر دي بس. اوكي? طيب بعد كده عايز اعمل ايه? طيب انا عندي او لست اف توبلز فده ممكن اعمل ايه? ممكن اقول ايه في التوبل ده موجود في الست هولا? ايه في الست هولا? صح? لو موجود اعمل ايه? هرجع لي فهمني. فانا عايز اعرف انا لو عايز ابحس جوة ست اف توبلز هرجع لي في بديه. وقت. فهاشوفي الوقت ابليها والوقت بعدها واقوله هو الديه. بالملي ساكن. وهعمل نفس الابريشن في الليست. تمام? طب انا لو جيت سألتك مين فيه ما ياخد وقت اكتر? الليست اوه مغمض لان الست بتستخدم الهاشن. فالست هتعمل دي كده. في سانية هتروح تعمل هاشن وتشوفو موجود عندها الليست لأ. الليست لازم تدور عندها في الديكس مرهال ده موجود ولا لا. فطبعا الليست هتخد وقت ابتد. انا الكلام ده هنشرح بتفصيل لما نجي نشرح الست. بس انا موريك استجدامي يعني. طيب. لو جينا عملنا من الكلام ده. تعال نشوف ايخد وقت ابتدية. تمام? لو عملت ربنا كده. تعال شوف. اخدت. يعني ما اخدتش حاجة عارفيا. ده ولا حاجة السانية. طيب. التوبلز. اخدت تلاتة بوينت زيو سكس. تلتمية وستة ميلي ساكند. تلتمية وستة ميلي ساكند. شايف الفرقة ديه? طبعا ده مسال بسيط جدا. انا كنت اشغال على في خمسة وثلاثين لغة في كل المصادر بيجمع منها. فكان بيجي لي مسلا حوالي خمسة وثلاثين مليون خبر. كل اه خمسين كل يوم. بيجي لي مسلا خمسة وثلاثين مليون خبر. فانا عايز اعمل لهم واشوف دولت ديه ونشره وانعم. فعشان تستخدم الليست في حاجة زي دي. اخد ديها. الافضل بكتير انت تستخدم الست. وطبعا لو عدتت ينفع تستخدم التوبلز جوه الست تستخدم توبلز بدل ما تستخدم لست. كلام ده اسرع بكتير. وده كده مسال بسيط. ان شاء الله المرة الجاية هنكمل التوبلز الميسوز بتاعتها مع الميسوز بتاعتنى الليست. وحنكمل ازاي ناكسل عناصر دي بشوات كده اه اه تريكس اند ديبس. وبعد كده ان شاء الله هنخش الحاجة اسمه الماتش دي ايدي ده في الباس. وماتش دي زي السويتش كده في أي رغب برمغة تانية. بس الماتش اعظم بكتير من السويتش. والساني سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته